اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا لم يختلف واقعه عن السنوات الفارطة فموضوع اللغة العربية وآدابها أحدث ضجة بعد الخطأ في اسم الشاعر الذي قدمت قصيدته مادة للتحليل وتهى على إثره طلب بين نزر قباني ومحمود درويج كان هذا في الصباح أما الفترة المسائية فقال الجميع أن موضوع التربية الإسلامية الذي وضع على طاولة الممتحنين كان نفسه الذي طرح على صفحات الفيسبوك منذ أيام أما تقنية الجيل الثالث فاستخدمها التلاميذ لتسريب المواضيع هذا ما كسر جميع الوعود التي تعهدت بصد الغش وأصحابه ورغم ذلك فتلاميذ النهائي دخلوا بوابة الجد التي تتحدد فيها معالم المستقبل وداخل مراكز الامتحان توجس يرافقه قلق على ما ستلفظه أضرفة المواضيع وبعد الامتحان راحة واطمئنة يكفلها حق الأمل اليوم دعونا السيوجي في متناول الجامع مليح ثم الناس تجاوب كاميرا كانت الأسئلة تاعة اليوم في متناول الجامع يعني السيوجي كان سهل ومتوسط أنا بدأتي قدرت نشارك قدرت نخدم للعلية والباقي على ربي استطيع التلميذ أن يجاوب عليه الأسئلة في متناول الجامع وإن شاء الله يخدموا كل أولى الخطوات ستكتب نجاحاً تلك هي أمان المتسابقين حتى وإنغابة الحلول بين أخطاء المواضيع ترجمة نانسي قنقر